تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة تواصلت منافسات النسخة الثامنة من بطولة المخفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة طيب الله ثرى لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن اعتزازه باستمرار تنظيم بطولة المخفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة مشيرا سمو إلى أن وصول البطولة إلى النسخة الثامنة يعزز من مكانتها ويؤكد نجاحها عاما بعد عام في ظل الجهود الكبيرة التي يبدلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه البطولة توفر البيئة المناسبة للملاك والاستبلات مبينا سمو إلى أن البطولة تحافظ على التراث البحريني الأصيل وتؤكد بأن المملكة تمتلك ميزة خاصة في الخيول العربية الأصيلة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولة المخفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة لجمال الخيلة العربية استطاعت أن تحافظ على اسمها منذ انطلاق النسخة الأولى وصولا إلى النسخة الثامنة حيث شهدت البطولة تطورا ملحوظا في عملية انتاجية الخيول العربية الأصيلة من قبل الملاك مؤكدا سمو أن مملكة البحرين تحافظ دائما على مكانتها العالية في انتاج الخيول العربية الأصيلة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مشاركة المهور والأفرس والفحول وبمختلف الأعمار تؤكد الرغبة الكبيرة في الملاك بالالتفاف حول المشاركة في البطولة من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للمشاركة الكبيرة القادمة متمنيا سمو كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين هذا وقد قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة بتتويج الملاك الفائزين في مسابقات البطولة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر